اكدت سعادة الدكتور الشيخ رانا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن برنامج قيادات مصمم وفق معايير وأسس علمية داعمة لإعداد وتأهيل القيادة الوطنية للوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية نعم جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المعهد برعاية بنك الكويت الوطنية البحرين بحضور السيد علي يوسف فردان المدير العام للبنك ومنتسبية دفع الثالثة والثلاثين من برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية شددت سعادة الدكتورة الشيخارنة بنت عيسى بنت عيش الخليفة على الإيمان الراسق بالدور المحوري للقيادات الوطنية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات باعتبارهم القوة الدافعة القادرة على تطوير منظومة العمل المؤسسي وقد استعرض السيد فردان قصة نجاح بنك الكويت الوطني في البحرين وأقدم شرحا للإستراتيجيات التي مرت فيها مسيرة البنك والتي أثمرت على إنجازات على المستوى المالي والتطوير في نموذج الأعمال والتدريب واتخاذ القرارات وكيفية إدارة الأزمات والتأكيد على الالتزام بالتميز والريادة للوصول للنجاح المستدى اشتركوا في القناة